هذه أبرز العناوين الجامعة تلبي طلب طريق سكتيوي خبر عاجل يوسف انصير ينتقل إلى هذا النادي العالمي أخيرا سفينا مرابط يفضل انتظار الشياطين الحمر على الالتحاق بالفيولا والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله بس تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس الجامعة تلبي طلب سكتيوي أصار طريق سكتيوي مدرب المنتخب الأولمبيا المغربي على الصحة بأربعة عناصر ضمها لقائمة الفريقة التي ستشارك في أولمبياد باريس وذلك عند الصفر لفرنسا وتضم القائمة 18 لاعبا بجانب أربعة لاعبين للطوارئ وهما الحارس محمد ريضا وهيتم منعود وعادي التحيف والمهدي مبارك ووفقت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على الطلب المدرب أيضا لتجهيز كل العوامل المستعدة على تقديم مشاركة مميزة في الأولمبياد وكنس كتيوي قد كشف بالمؤتمر الصعفي الذي شهد الإعلان عن هذه القائمة عن المبررة التي فرضت عليه الاستعانة بمن وصفهم بعناصر الطوارئ مبرزا قيمتهم داخل المجموعة وسوف يلعب المنتخب المغربي مباريتي في المجموعة الثانية بالأولمبياد أيام الرابع والعشرين والسبع والعشرين والثلاثين من يوليوز ضد الأرجنتين ثم أكورانيا والعراق خبر عاجل يوسف انصاري ينتقل إلى هذا النادي العالمي أخيرا وفقا للصحيفة فانتايك التركية فقد نجح فنربخشا في إقناع إشبيليا بالتخلي عن هدفها الدولي المغربي يوسف انصاري بعد مفاوضات مكتفة تم خللها رفع قيمة العرض من 15 مليون يورو إلى 20 مليون يورو ومن المنتظر أن يصل الدولي المغربي يوسف انصاري البالغ من العمر 27 سنة إلى مدينة إسطنبول بتركيا خلال الأيام القليلة المقبلة لإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقده مع الكناري وعرض على ندي إشبيليا 16 مليون يورو بالإضافة إلى مكافئات قدرها 4 مليون يورو وهو ما وفق عليه الفريق الإسباني ومن المنتظر أن يعلن الفريق التركي عن انتقال المهاجم المغربي رسميا هذا الأسبوع وسيتم توقيع عقد مدته 4 سنوات مع الدولي المغربي انصاري موضحة أنه سيحصل على راتب سنوي يبلغ نحو 5 مليون يورو كما سيصبح انصاري أغلى لاعب في تاريخ فنربخشا بمجرد إتمام صفقة انتقاله بشكل رسميا هذا وكان جورزي مورينيو مدريب فنربخشا التركي هو من أقنع يوسفان صيريا من الانتقال إلى الفريق وذلك بعدما اتصل به بشكل شخصي وأقنعه بمشروع نادي يفضل الدولي والمغربي سوفيان أمرابط متوسط ميدان في رونتين الإيطالي لكرة القدم من انتظار موقف إدارة نادي مونشستر يونيتد من تمديد مقامه بعدما خذ الموسم الكرة والماضي بنظام الإعارة مع المدرب الهولندي إيريك تينهاك وأشارت صحيفة كويريد الإسبور الإيطالية إلى أن أمرابط بتلاعب لفيرنتين بعد نهاية فترة إعارته إلى المان يونيتد لكنه يرفض فكرة العودة إلى الدور الإيطالية في الميركات الصيف الحالية ووضح المصدر نفسه أن أمرابط صاحب السبع والعشرين سنتين تفائل بقرار مونشستر يونيتد بالتجديد لمدرب إيريك تينهاك باعتبارها خطوة قد تدفع الفريق لتمديد مقامه لموسم أخر واعتمد تينهاك على أمرابط في الأسبوع الأخير من الموسم الماضي حيث قدم الدولي المغربي مستوى جيد في أخير المباريات مسيما في تسويج الشيطان الحمر بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي مما قد يدفع المدرب الهولندي لطلب التعاقد معه بصورة نهائية يشار إلى أن مرابط يرتبط بعقد مع فيرنتين يمتد إلى غير صيف سنة 2025 ولديه عروض من تركيا والسعودية لكنه يفضل انتظار موقف مونشستر يونيتد قبل حسم قرارها إدارة ويستهام تقرر التضحية بنيف أكراد للأندية السعودية حددت إدارة نادي ويستهام يونيتد الإنجليزية المقابلة المالية المرتقة بنظر الاستغناء عن الدولة المغربية نايف أكراد في الانتقالات الصيفية الحالية وفق موقع فوتبول أينسايدر فإن إدارة ويستهام يونيتد تتوقع التواصل بعروض تفوق 30 مليون يورو من أندية سعودية نظر بيع عقد نايف أكراد وترى إدارة الهامرز أن الاندية السعودية هي القادرة على تلبية مطالبها المالية وذلك لرغبتها في تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الاستغناء عن المدافع المغربية في المقابل أوردت تقارر صعفية أخرى أن أكراد رغب في خوض تجربة جديدة في أوروبا في رفض لأي وجهات خارج القارة العجوز صفقة عموتا إلى الجزيرة تتير الجدل ونشطاء أين غابت الظروف الشخصية؟ جدل كبير رافق اختيار الحسن عموتا لنادي الجزيرة الإماراتي كمدرب له بعقد يمتد إلى غاية 2026 بعدما ترك سفينة المنتخب الأردني المقبل على مبارية مصرية للتأهل إلى كأس العالم 2026 وبالتنادي الجزيرة عبر حسابها الرسمي الموتق على منصة إكس تغريدة ومقطع فيه يعلن من خلالهما التحقد مع المدرب المغربي الحسن عموتا لقيادة الفريق الأول حتى عام 2026 ولم يروق اختيار عموتا للجزيرة الكثير من المتتبعين خصوصا مع المستوى المدهل الذي أظهره رفقة منتخب النشامة في بطلة أمم أسياء بعدما نال الوصفة عن جدالة واستحقاق وأعاب رواد الفضاء الرقمي على عموت هذا الاختيار الذي جاء بعد انفصال مع المنتخب الأردني بالسبب ما أسماها الظروف الشخصية التي غابت عند إبرامي صفقة التدريب مع نادي الجزيرة الإماراتية وغرد أحد النشطاء في فضاء التواصل هذه هي الظروف الصعبة التي تعترض طريقة كي حسن عموتا أضف أخر خيانة الوعد ليس من شيام المغرب الأحرار ومن جانب أخر رأى متتبعون أن من حق عموت تغيير الوجهة والبحث عن ظروف الاشتغالة التي تلائمها خصوصا مع الانتقادات التي طالتها من العديد من المتتبعين في الأردن بالرغم من بلغ المباراة النهائية في كأس أمم أسيا لأول مرة في تاريخ المنتخب الأردني ويوصف الحسن عموتا بأنه الرجل القليل الإبتسامة والجدي الصاهر على عمله بدقة ولخصت الصورة التي تنقلت وسائل الإعلام الدولي بعد اشتباكه مع اللاعب الأردني الدردورة لخصت صرمة المدرب المغربي حسن عموتا ودفعه عن آرائه ولو بالاستغناء عن نجوم فرقها وكان الحسن عموتا حصق إنجازا غير مسبوق للمنتخب الأردنية حينما قد نشام إلى لعب المباراة النهائية بكأس أسيا أمام المنتخب القطري لأول مرة في تاريخها وبأداء فني عالي نال من خلاله اعتراف بكفاءة الإطار المغربي وإشارة من الأردنيين بالقفزة النوعية لمنتخبه مع موتا